بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين متابعين الكرام وجدد بحضراتكم التحية والترحيب من جديد وانطلاق جديد لتعلن في هذه اللحظات انطلاقة الشوط الرابع والعشرون للبكار اللقاية المحلية على بركة الله بدأ هذا التحدي مباشرة مع الصدارة ومع المركز الأول ليتابع وبره سيف بن محمد بن سعيد المنصوري يقدم وبره مع المركز الأول ومع الصدارة المركز الثاني اتابع القادمة والحاضرة اتابع الفاية محمد بن سويد بن قشمان المنصوري يقدم شعار المركز الثالث القادمة هملول حمدان بن مساعد بن خالد المنصوري هو القادم المركز الرابع اتابع القدوم والحضور من سليل اشهاب بن حمد بن علي الجحافي المركز الخامس اتابع القادمة والحاضرة في هذه اللحظات الهبيب سالم بن حمد بن ثعلوب الدرعي بينما المركز السادس اتابع القادمة والحاضرة بشاير اعبد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز السابع اتابع القادمة والثامن في هذه اللحظات القادمة والحاضرة الذيب خليفة بن خميس بن خليفة بن شلبود الخيالي هو القادم في هذه اللحظات بينما المركز التاسع القادم والحاضرة هزر خليفة بن خميس بن خليفة بن شلبود الخيالي قادم أيضا في هذه اللحظات المركز العاشر وتابع القادم والحاضرة المسكة خالد بن خميس بن صويلح الهام لي هكذا هي النتيجة والندو الأول يا من تتابع يا من تراقب أعود إلى الصدارة أعود إلى مقدمة الشوط أعود إلى وبرة في هذه اللحظات سيد بن محمد بن سعيد المنصوري ولكن هملول هملول من غيرت حمدان بن مساعد بن خالد المنصوري يقدم لنا شعار في هذه اللحظات وينطلق بالصدارة وينطلق مع مقدمة الشوط المركز الثاني المسكة خالد بن خميس بن صويلح الهام لي يقدم لنا شعار وحضرت أيضا التابع القادم الثيبة خليفة بن خميس بن خليفة بن شلبود الخيالي هو القادم وحضرت بشاير أعبد بن عتيق بن زيتون المهري قادما بكل قوة يا سلام يا سلام على هذه المعركة وعلى هذا التحدي أعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول هملول مع الصدارة حمدان بن مساعد بن خالد المنصوري يقدم لنا شعار وأيضا الحضور الثيبة خليفة بن خميس بن خليفة بن شلبود الخيالي المركز الثالث أتابع المسكة خالد بن خميس بن صويلح الهام لي المركز الرابع أتابع مياسة محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي هو القادم بشعار المركز الخامس أتابع القادم هزر خليفة بن خميس بن خليفة بن شلبود الخيالي بدأت المعركة الآن وبدأ الصراع الفوز وين والناموس وين يهل اللقاية أعود إلى هملول حمدان بن مساعد بن خالد المنصوري يقدم لنا شعار ألف وميتين ألف وميتين ما تفصل عن الفوز وعن النموس وهم لولا ما زالت قائدة للأبكار اللقاية حمدان بن مساعد بن خالد المنصوري الكيل الأخير الكيل الخطير وهم لولا مع المركز الأول ومع التحدي الأول حمدان بن مساعد بن خالد المنصوري يقدم لنا شعاره وينطلق مع هملولا وعصات فبطانا ولكن القادمة ولحاضر المسكة المسك هي القادمة أحضرت في هذه اللحظات خالد بن خميس الهاملي هو القادم والقادم النصيب علي بن عبيد بن سعيد المرشد هو القادم ياهي من معركة ياهو من تحدي ياهو من صراع في هذه اللحظات ولكن العودة إلى المسكة خالد بن خميس بن صويلح الهاملي الهاملي ولكن ولكن النصيب النصيب علي بن عبيد بن سعيد المرشد مع شعاره وما شعار النصيب ولكن اللي عادت اللي عادت المسكة المسك عادت من جديد خالد بن خميس بن صويلح الهاملي ولكن الفوز وين الناموس وين ولكن ما شعار الله على المسكة واداء المسكة خالد بن خميس بن صويلح الهاملي المركز الثاني النصيب علي بن عبيد بن سعيد السبوسي المركز الثاث الصاملة سعد بن فارس بن عيل خاطري المركز الرابع أوصلت شديدة ناصر بن سعيد بن ناصر المنصوري والمركز الخامس أوصلت مياسة محمد بن صغيرون بن حميد الدرع دن تهنينا والناموس لمالك المسكة خالد بن خميس بن صويلح الهاملي التوقيت والزمني سبع دقائق ثلاثين ثانية بالوفاء والتمام تهنينا لمالك المسكة خالد بن خميس بن صويلح المركز الثاني وصلت سبع دقائق ثلاثين ثانية ثمانة أجزاء من الثانية كانت النصيب علي بن عبيد بن سعيد المرشد المركز الثالث سبع دقائق واحدة ثلاثين ثانية جزء وحيد من الثانية وكانت متابعين الكرام الصام لسعيد بن فارس بن علي الخاطر إذن تهنينا والناموس للجميع شكرا